تحية مجددا لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا نتواصل معكم تحية خاصة للطلاب في كل مراحل الدراسة المختلفة وهم استأنفوا الدراسة في بداية هذا الأسبوع من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن صعوبة التعلم عند الأطفال تحديدا ومن حيث الإدراك والكتابة والقراءة والفهم والتركيز وما إلى ذلك تفاصيل أوفا من خلال دفن الموجود معنا داخل السوديو بنرحب جدا بدكتور حسن سليمان آدم النور اختصاصي نفسي أهلا وسهلا ومرحبك يا دكتور منورنا مرحبا بك أستاذ فاطمة ومرحبا بك أستاذ صديق وتحية طيبة لك ولكل متابعي قناة النيل لازرك وسعيد جدا بالإطلالة عبركم حبابك أليف ومنورنا الليل عبر المساء الجديد ودائما المواضيع لما ترتبط بجيل المستقبل بيبقى من الضرورة بمكانة أن الناس تتوسع في الموضوع لكن زي ما نقوله نحن مساحتنا يعني صغيرة لكننا نحاول نستفيد منها نطرح مجموعة من الأزئلة المهمة اللي بتخاطب الأسرة اللي بتتابعين الآن بيعتبارهم الطفل هو افترض يتعلم حي يتعلم بواسطة الأسرة خلينا أبض من النقطة دي وبعد كي ندخل في تفاصيل الحوار طيب ويمكن واحدة من الشرائحة المهمة جدا ويمكن حصوصا موضوع حلقتنا الليلة أنه أي بيت موجود فيه واحد أو اثنين من الفئات ذوي صعوبات التعلم لكن ما مكتشف نعم أو ما معروف بتبدل الحاجة دي بتعريفها ذاتها بأنها هي إعاقة خفية بده ظهورها مع ظهور النتائج مع شكاوى المعلمين مع ملاحظات الأم أثناء المراجعة إنه ولده ما بيقرأ ما بيكتوب ما بيلاقي صعوبة في الحاجات دي فبده بعد ذاك معاناة الأسرة في إنها تلقى الحلوين خصوصا إنه الحاجة دي محتاجة لناس متخصصين في التربية الخاصة ويقدروا يأدوا والفئة دي من الفئات المظلومة شديد حيث إنه الآخرين كلهم أو الناس بيعتقدوا إنهم هم ما عندهم المقدرة على التحصيل ما عندهم المقدرة على إنهم يأدوا هذا كويس لكن لما يتم تحويلهم للإحتياجات الخاصة وإجراء القياسات لهم بيظهر إنهم هم عندهم قدرات عالية جدا بتبدأ الصعوبة في إنك كيف تقدر تكتشف هي شنو تبدأ في عملية الحل بالنسبة لها متين نبدأ يا دكتورة اكتشاف الطفل يعني في ناس بيكون عندهم صعوبة في الكتابة في ناس صعوبة في القراءة في التركيز في الإدراك حتى في الانتباه بيكون عندهم صعوبة السنة اللي نحن لازم نكتشف فيها الطفل أي من الأعمار؟ أيوة ده بيورينا إنه في نوعين من صعوبات التعلم اللي هي بيسموها الأولى الصعوبات النمائية وديه في السن ما قبل الأكاديمي أو ما قبل المدرسة في السنة متعلقة بالروضة متعلقة بسنين الحياة الأولى من ضمنها الألعاب شكل الألعاب ده بيخليني أركز لأنه في وقت من الأوقات الأجيال السابقة كانوا بيلعبوا الألعاب البلدية دي دي عندها دور ومفعول كبير جدا في أنه تعدى الطلاب دي أو تعدى التلاميذ أو الأبناء دي لأنهم لما يدخل المدرسة يكونوا جاهزين ومستعدين وده بيورينا إنه في تعريف حقيقي لأن صعوبات التعلم بيكون فيها خلل في واحدة من العمليات الأساسية الأولية المتعلقة بالانتباه والألعاب البلدية بتاعتنا يا أخواننا بتساعدنا على أنه ننتبه نعم بتساعدنا برضو في مسألة الإدراك إنك تدرك الموقف القدامك عشان تقيم وتبدأ تحل في المشكلة القدامك فالنمائية دي بتكون في السنين الأولى في الخمسة السنين الأولى الستة سنوات لحد سنة ثالثة أساس وهي في الأساس تلقينية أولى وثانية أو ثالثة تلقين هم بيحفظوا هكذا لكن بتبدأ المهارات العميقة بعد رابع وانت ماشي لي فوق هنا بيجينا النوع الثاني من الصعوبات اللي هي بصموة الصعوبات الأكاديمية الصعوبات الأكاديمية متعلقة بجانب قراءة يكون في ضعف في مسألة بتاعت إدراك الحروف ومفهومه ومدلول الحريف يعيدوا له كذا مرة وما يستوعبوا وما يدركوا يبقى تلقائيا حيأثر على المهارة البعدي وحركات الحروف المدود وغيرها من الحقيقة ده متعلق بجانب القراءة وهكذا بدأ توالى على مزالة الصعوبات الأكاديمية عشان كذا عندها مرحلتين المرحلة الأولى فيما قبل الأكاديمية والمرحلة الثانية بعد ما يتلقى مهارات أكاديمية ممتاز جيد طيب دكتور حسن خليني أمشي برضو لنقطة أفتكر إنها هي من النقاط المهمة اللي بتخاطب الأسر الآن بتتابعنا هل في أسباب حقيقية إنه والله ياخد طفل اللي يكون عنده صعوبة في التعلم أم هي أسباب ربانية يعني أولاد بها الطفل واحدة من الحاجات بعرضه اللي أشارت لها الدراسات إنه مسألة صعوبة التعلم ما عندها سبب محدد واضح لنقدر نخد يدنا عليه ولكنه إذا أخدتين يدنا عليه السبب معناها علجنا لكن هي مجموعة متعددة من الأسباب ومختلفة كل حالة عن الحالة الأخرى نعم طيب أول الأسباب اللي الناس أشارت لها بيقولوا إنه في مرات في عيب في نمو نمو الدماغ الخلايا بتاعت الدماغ خصوصاً له الطفل لما يتولد في أي في يتم تكوينه يبتدي تكوينه هو في بطن أمه بتتكون بلايين الخلايا الغير متخصصة لأنه يدوبك بتبدأ بعد شوي كل ما كبير وزاد نمو تبدأ الخلايا دي تاخد تخصصية أكتر أثناء العملية دي بيحصل مرات تداخل بيحصل مرات خلط أو مشكلة في واحدة من الخلايا دي ده بيقولنا لأنه إنه هو مولود أو هو ربنا خلقه بقدرة عالية على الزكاة لكن العملية بتاعة الخلل في الخلايا العصبية هو اللي ساعد في أن يكون في صعوبة ووقف عملية الأداء الأكاديمي العالي السبب الثاني من الأسباب يمتعلق بفترة الحمل شكل متعلق بالحمل والولادة جزء مننا أثناء فترة الحمل بتكون الأم مثلاً عانت من مضاعفات أخذت أدوية وأخذت حبوب الحبوب دي زعتها معظمة دراسة أكدت أن تعاطي الأم لحبوب أثناء الحمل بيقول ليه نقص في وزن الطفل ووزن الطفل يقول ليه مشاكل كثيرة جداً من ضمنها مسألة صعوبات التعلم دي دي السببين السبب الثالث وده موجود الآن في مجتمعنا السوداني مسألة بيسميه نحن الأسباب البايو كيميائية دي متعلقة بالأسباغ الموجودة في الأطعمة والحلويات اللي بيتناولون الأطفال عشان كده الآن في معالجتنا للمسألة نحن بنوقف أول حاجة تعاطي الحلويات والسكريات موضى الحافظة بشكل كامل ثم يتعلق بمثالة الأسباب نعم تكونت عداك لشوكولاتا أنا خلاص كبيرتا يا صديق أنا خلاص كبيرتا لكن يا دكتور الجانب النفسي أحتقل فرضو ممكن يلعب دور أحياناً بيكون في خلل أسري سوى كان مشاكل أسرية الطفل ممكن يكون عنده جوانب نفسية تؤثر أيضاً في الجانب الأكاديمي بالتأكيد لكن دي بيضقود لنوع تاني من النوع المشكلات التعليمية بيسمى بالتأخر الدراسي التأخر الدراسي ده مرتبط بالمشاكل الأسرية المشاكل الاجتماعية بتخلي أن الطالب أو التلميذ دي ينصرف بزهنه ينصرف بتفكيره بعيداً عن الجوانب الأكاديمية تكون في سين متقدم شوية ما تكون في سين متقدم يعني من الحلقة الثانية وانت ماشي لحد المرحلة الثانوية طيب نحن دايماً بنتكلم في الجزئية المرتبطة بالتثقيف كثير مننا يعني ممكن نتعامل مع الشكل اللي أخلاً نتكلم بواقعية وبصراحة وموجود في المجتمع لما الطفل مثلاً تحسوا أنه ما بعرف يقرأ أو ما بعرف يكتب بنلقى أنه في تعامل قد يكون فيه نوع من العنف من قبل الأسرة أو من بعض المؤسسات التعليمية خلينا نقول أنا ما حقول كل الناس أو كل المؤسسات لكن الحاجة دي موجودة فكيف نحن ممكن نتعامل مع الفئة دي وكيف نحن ممكن نخاطبها يعني طيب هو بالتأكيد يا أخاننا واحدة من الصفات والسمات المويزة لأبنانا الأطفال أو الأطفال بشكل عام إنه هم بيحبوا دائماً يتميزوا يحبوا دائماً يكونوا مميزين في عين الناس فهو إذا استطاع الأعطاء نعم لو بيقدر يديك كانت داك جميل يبقى معناه نحن مطالبين نحن كمعلمين مطالبين كآباء وكأسر في أنه نحن نفهم نفسية الطالب دي أو التلميذ دي أو الطفل دي ونقود لحال مشكلته بمعرفتنا نحن لأنه نحن نوديه ذا المتخصصين في مراكز كثيرة جداً على مستوى العاصمة وحتى على مستوى الولايات ما بيكلف شي فإنك أنت تقود أو تود الطفل دي عشان يقيموا لك تقييم الصحيح واحدة من الأشياء المهمة اللي لفضت نظري فيه على التعامل مع الفئة دي تعديد أنه كل ما كان عليهم ضغط شديد كل ما كانوا بعيدين تماماً حتى لو نحن قدروا ما حاولنا نساعد في أنه نحيل مشكلته ندربه على أنه يعالي الصعوبة لقدامهم ما بنقدر لأن أسلوبنا هو اللي بيحدده هل هو حيستقبل مننا أو لا ولازم نكون نحن مختلفين تماماً عن كل الناس اللي لقاهم سواء كان في موسطة تعليمية أو حتى على مستوى الأسر في البيت في البيت نعم بغضني مباشرة كلامك دي يا دكتور لسؤال أنا عملت اهتبيان صغير كده في فترة من الفترات عن صعوبة التعلم للأطفال فعدد من الأمهات اللي عندهم أطفال بيعانوا من صعوبة التعلم فكانوا بيشتقوا بينه ما في مراكز مؤهلة ما في تفاصيل يعني الشخص أو الطفل لما يكون عنده صعوبة في الإدراك صعوبة في الفهم صعوبة في التواصل مع الآخرين فدائماً المدارس والسوكات الحضانات بترفض هذا الطفل أو بيجد صعوبة في التعامل معه يعني إحنا عندنا مشكلة في إنه مراكز تستقبل الأطفال اللي بيكون عندهم صعوبة في الفهم بشكل عام إلى أي مدى ممكن المشكلة دي برضو تفخم المشكلة أكبر يعني هو بالتأكيد يعني في مرات تدخل في بعض الحالات بنتاج عكسية بل منه هو ينفع التلميذ ده يعالج الصعوبات وينطلق يكون طبيعي زيه وزي بكيت أخوانه وده للتأكيد يعني فيه جزء منهم زي صعوبات التعلم يا أخواننا زكاءهم أعلى من الأوائل على مستوى الصف طيب إحنا إذا عاوزين نوجه رسالة لأولياء الأمور إنكم تختاروا المراكز اللي بتسقوا فيها اللي الناس عندهم فيها تجارب سابقة وسمعاتهم بتكون بالتأكيد موجودة إذا أمسألت أو استفسرت في مواقع التواصل بتلقى إجابة شافية وبتلقى مكان يدلوها عليهم لكن خلينا أشير لأنه حتى في المجال اللي دعنا المراكز مختلفة في شكل حاجاتها اللي بتستخدمها حشان كده النتائج بتكون مختلفة في ناس بيصبوا مباشرة في مشكلة الطفل وبتلقى إنه في نتائج زهرت لكن في زول يبدأ أو بياخد مجال أو اتجاه مختلف تماما وده ما بيقدم ولا بيعين الطفل ولا بيخليه إنه هو يتحسن نعم دكتور حسنة وتأكد إنه في الناس الآن بيتتابعنا وهي ما قدر تشخص حالة الطفل الموجود بتابعونا الآن أكيد نفترض إنه يا أخي الأسرة دي ما عندها القدرة إنها هي تمشي مركز أو ما عندها قدرة تتعامل مع الموضوع شنو من الحاجات اللي بتعتقد إنها هي ممكن تكون زي ما قولي زعافات أولية تمشي الموضوع بعد كده لقداميز المشكلة ما يتحلت إنه الناس تمشي لمركز تمشي لمركز متخصص فإردت لو نشر هالحيات دي بشكل مقتصر على أساسي إنه الأسرة اللي بتتابعنا الآن تقدر تصل لحلول يعني كويس ودي حتى عندنا في المجال يا أستاذ صديق بتلقى إنه الناس مختلفين فيها تماما نعم لكن شرط أساسي في مسألة قياس أو معرفة أو تشخيص صعوبات التعلم إنه لابد من إنه يكون في أول حاجة قياس للزكا وقياس الزكا متعلق بشكل أساسي إنه يحدد لأنه ده صعوبات التعلم أو لا كيف؟ لأنه أنا بجيبين لما نجينا عرفنا وحتى تتكلمنا عن صعوبات التعلم إنه هي بنجد إنه في قدرة عالية على الزكا لكن تحصيل دراسة ضعيف أو بسيط يبقى إنه نحدد القدرة العالية بشنو؟ بالقياس بتاع الزكا وده الأول في التشاريس يعني درجة الزكا بتاعته عالية لكن تحصيل الأكاديمي أقلها وده بيعين الأسرة نفسها على إنه لما تجي تشتغل مع ابنها زوي صعوبات التعلم هل هو من الفئة زوي الزكا العالي؟ ما بيحتاج مجهود كبير لكن إذا بيقى زكا وأقلها وصنف في بطء التعلم محتاج مني اجتهاد وتكرار للمسألة الواحدة محتاج مني أنا صبر عشان كده مهم جدا أن نحدد درجة الزكا عشان على أساسه في حاجة معينة ممكن يعملوها في البيت الأم سوى كان الأب والإسراء لا دي ما متعلق بالبيت لأنه دي عندها اختصاصيين بيسمون اختصاصي القياس النفسي موجودين برضو في المراكز ديها والقياس النفسي حتى في المستشفيات برضو موجود في مراكز تحتهم وزارة التربية والتعليم منتشرة حوالين العاصمة حتى الولايات ممكن أيها بالتأكيد هي بتكون المشكلة وين يا دكتور خلا نكلم بواقعية شوية في ناس الأم موجودين في أقصى شمال أو جنوب أو شرق السودان يكون ما عندهم حتى الممكن بتابعونا بس شايفين نحن بنعمل في شنو فمحتاجين يعرفوا وضع طفلهم الحالي شنو برضو في بعض الحالات على حسب ما أنا أعلم أنه هي كانت يعني عندها المشكلة فمشت أكيد يعني قرد وصلت لمرحة تعليمية معينة ووقفت يعني بقت تعرف تقرأ وتكتب فقط في ناس بستعينوا بأدول أخرى يعني غير السودان فعلا لشان أطفاله نقدروا يستمروا لكن إحنا إذا دائرين نحدد أو ندي أي زول ما بيقدر يصل للمراكز دية بينقول إنه في مهارات معينة نحن محتاجين نملك للتلميزة بشكل عملي أول حاجة في القراءة إذا كان عنده صعوبة في القراءة لابن نتأكد من أنه أهل هو مدركة ثمانية وعشرين حرف وغالبية الحالات اللي أنا بجي بشتغل معها بقيمة وبجري عليها القياسات دعت الزكاة وغيرها بتلقى إنه عنده ثلاثة أو أربع حروف ما فيه في زول بتلقى عنده أداشر حرف ما فيه مرات بتلقى تلتا اللغة أو تلتا الحروف ما عارفة تلقائين بتبدأ المعالجة من إدراك الحروف وما يعني وما بطمئن كتير يعني إنه حتى إدراك الحروف مرات ممكن ياخد منك فترة طويلة عشان ما هو يدرك الحروض يو تمشي للمرحلة البعدية وهي ما تسمى بحركات الحروف مرات بتلقى إنه التلميز أو الطالب ذاته بيعرف الحروف ويعرف حركات الحروف ويعرف المدود لكن ما مدرك ليه مزألة القراءة بشكل سليم التل مربوطة وغيرها من المهارات المتقدمة فإنك بتحدد واحد اتنين ثلاثة اربعة من الخطوات بي تشتغل عليها لكن بشكل قاطع إنه نحن مهم جدا أنه نجري قياسات الزكاة بصير عليها لأنه من غيرها تقول كأنك أنت بتحرث في بحر أضيف عليها حاجة تانية إنه معظم الناس المشتغلين في مجال التربية لما نجيهن طالب وعنده ضعف في المستوى القراءة يقولك نرجع ليه للمستوى التاني هو محتاج للمستوى التاني أو محتاج لكتاب سنؤولة ولا تانية ولا تالتة هو محتاج للمهارات المفقودة وزارة الصعوبات بتلقى إنه الطالب ديه ماشي كويس ويكفت له الصعوبة وتعلم بعدها يبدأ إحنا لازم نحل الصعوبة دي عشان يواصل هو تعليمه ويمشي بشكل كويس يعني نقدر نقول يا دكتور إنه ما في طفل بلد أحيانا لما الطفل يكون ما عنده تركيزه وما يعرف يكتبه لغي أنت بلد ودي برضو جانب نفسي آخر يعني بالنسبة للطفل كيف يدركوا الأسر بأنه هو الطفل دماء بلد لكن عنده مشكلة ما في التركيز ودي دي واحدة من الأخطاء اللي موجودة في مجال التربية بشكل عام في السودان يعني الليلة ربما لما خلق الزكاءات المختلفة دي كلها خلق لأنه كل زكاء بيكمل زكاء إذا أخذنا الليلة العباقرة والموهوبين هما على مستوى زكاؤهم بيطلع في شكل أفكار ويبدع لكن إبداعهم ده زي الذاته اللي جابوه خليهم ينفزوه على أرض الواقع ما بيقدروه بيجي بينفزوا زوي الزكاء المتوسط وزوي الزكاء المتوسط لما ينفز المهام المعينة لطلع الزول المبدع ده في جزئية معينة ما بيقدر عليها إلا زوي الزكاء الأقل من المتوسط ده اللي قد يكون بعيد في المجال بتاع التعليم زي الزكاء العملي زي الوراش زي الزكاء زي غيرها الزكاء المتوسط ما بيقدر علي الحاجة دي لكن بيتلقى زول الزكاء هو أقل من المتوسط مبدع لأنه ده ربنا خط قدرته هنا عشان كده كل القدرات وكل الجوانب الزكائية وغيرها هي بتصب في مجال واحد إنها تطور البشرية بشكل عام عشان كده ما في فكرة بتاعت إنه زول غبي وزول زكي دي حاجة عافة عنا الدهرية طيب يا دكتور بيلاحظ أنه في بعض الأطفال بيكون يعني متميزين مثلا في مادة معينة في الرياضيات أو في أي مادة من المواد لكن بالمقابل الآخر بنا أنه عندهم مشاكل كبيرة جدا في المواد الأخرى هل برضو ممكن الناس تعتبروا أنه هو يعني مشاكل بتاع صعوبة في التعلم؟ بالتأكيد نحن لما جينا صنفناها تكلمنا عن إنه في صعوبات قرائية نعم في دول بتلجع إنه ما عنده صعوبة قرائية لكن الحاجة القرائية دي ما بيقدر اكتبها بيقدر صعوبة كتابية والحاجة دي كتيرة صراحة موجودة جدا بكتيرة جدا نعم ونخلينا أشير إنه برضو جزء من أسباب المشكلات الأكاديمية الحنان الزائدهlin محبة الزائدة من الامهات events البحثون بها أولادهم未 بيخления انتلاحي بالضبط المهام اللي بيقولون بها الأولاد في عمرهم عشان أيضا إحنا ما ننجي نعالج نحن منعالج أو تصدق منعالج هذه الحاجة البلدية نعم نعالج بالألعاب البلدية بتاعت شدات الألعاب بتاعت الأم الحفر الركة بتاعت البلد ههن دي بتعالج بيها المشاكل المكان وجزء برضو من الصعوبات مرات بيقدر إنه هو ما عنده مشاكل قرائية ولا عنده مشاكل كتابية لكن مشكلته الأساسية في الحساب في العملية بتاعت الحساب وعملية الحساب نفسها متعلقة بأنه كما بقدر يدي الأشياء مقدار معين يعني حتى بتلقاهم كبار لما نديك مواعيد يقول لك أنا بجيك الساعة أربعة بجيك الساعة أربعة ونص النسوانة والبنات يا فتصديق برضو تلقاها بزيد الملح دي مسألة بتاعت تغدير كمي فاضما بغاية فاضما بغاية حتى لو زدتوا اندي حال خاص أيوة بتاعت إنه جزء من المفكيلات الحسابية وحتى القدر الحسابية الناس بتتكلم عن إنه ما هي عبارة عن أرقام نحن نجمع ونطرحها قدر الحسابي دي بتطلع للناس بره في شكل شخصيتك ويظهارك لإمكاناتك وتغديرك للزمن وتغديرك للأشياء وغيرك والحسابات اللي انت تفجري دي دي كلها محتاجة لتفاصيل كبيرة وتوعية كبيرة أيضا في نفس الوقت ختاما نحن في ختام هذه الفقرة مرت سريع لكن المعالجات الممكن تحصل سواء كان للأسر سواء كان للمختصين سواء كان للأساتذة أيضا في المدارس حاجة كده كبسولة سريعة لهم ختام هذه الفقرة إن كان المعالجة لنا بنرمي الحاجة دي على المسؤولين في التولى خصوصا بزارة التربية والتعليم في إنه طلعت قرار كويس جدا إنه تدمج الفئات دي نفسها في المدارس العادية لكن في معينات معينة لابد من أنها توفر أولا غرفة المصادر ومعينات التعلم الأختصاصيين المؤهلين المدربين تدريب عالي حتى المعلمين في مدارس الدمج وغيرها يتم تدريبهم تدريب مكسف عشان يقدروا ينهضوا بالفئة دي ومنها من الفئة دي نفسها بيطلع ناس بيطلع فيهم المهندس يطلع الطبيب يطلع المحامي وغيرها من الوظائف بالنسبة للأسر بيقول إنه التحصيل الأكاديمي ما شرط إلي يكون التحصيل الآلي الشديد الناس بتركيز الآن الزكاة مركز كله في إنه في جوانب اجتماعية لا بد من أن يتعلمه في مهارات تفاعلية في الزكاء اللغوي في غير من الزكاءات المختلفة فهو ما عبارة عن تحصيل دراسي بس الإبن عشان ما يظلم بقمنا نحن نشتغل على كل الحاجات دي عشان أبنان دي هم سمرتنا وهم مستقبل ونفخر بهم في واب من الآياب نحن شكرا لك جدا دكتور حسن سليمان عدم النور اختصاصي نفسي على كل المعلومات الكافية والضافية وإن شاء الله نقابلك في مساحة وسائل اللهم أمين أنا سعيد بيكون وسعيد بي ساد المشاهدين شكرا حنتواصل مع كل ساد المشاهدين وأتمنى أن الرسالة تكون وصلت شكرا لفريق الإعداد أفتكر أنه كان موضوع مهم جدا لأنه يا فاطمة أنا أعرف تماما أنه في مجموعة من الأطفال يعني بعانوا من المشكلة دي وبتجعر أنه في تعامل قد يكون فيه نوع من العنف يعني هي صعوبة بالنسبة لهم في التعلم وصعوبة للأسر في كيفية التعامل أيضا معاهم نحن بنسكر سارة على اختيار لهذا الموضوع شكرا نتواصل مع كل ساد المشاهدين شكرا برضي لشايمة لأننا تديني للا في كل وزات أعضل فاضل راجع الليكم قليكم معنا أليكم معنا